يعني مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي يقول بأن المحادثات مع إيران تمر بمنعطف شديد الصعوبة لأن إيران لم تقدم حتى هذه اللحظة أي تفسير حول أسباب وجود أثر اليورانيوم في مواقع غير معلن عنها. لماذا لم تقدم إيران حتى هذه اللحظة هذه التفسيرات للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ مساء الخير لك ولضيفتك وللمشاهدين. أنا أعتقد بأن عمل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتأثر كثيرا بالمفاوضات النووية. نحن نعلم بأن عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي في العام 2015 كانت هناك إزالة كل الخلافات والمشاكل التي كانت موجودة بين الوكالة وبين إيران. قبل 2015 الآن عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترام من الاتفاق النووي برزت مرة أخرى مشاكل. ربما كانت بعض دوافعها سياسية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن هذا الأمر الذي أعلنت عنه الوكالة الدولية وما ذكرته الآن هو يتعلق بمزاعم مطروحة بعسكرة البرنامج النووي الإيراني. الإيرانيون يقولون بأن هذه المزاعم لا صحة لها. وبالتالي هم تطوعوا بتنفيذ الاتفاق أو الملحق بمعاهدة حضر الانتشار النووي. أو الملحق الإضافي بمعاهدة حضر الانتشار النووي. لكن هذه كانت خطوة أراد منها الإيرانيون تعزيز الثقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآن في حالة تعثر المفاوضات في فيينا. أني أعتقد بأن إيران وإيران قالت أيضا. قالت بأنها غير ملزمة بتنفيذ أي من الإجراءات الطوعية. هكذا أسمتها. وأني أعتقد بأن المشكلة ليست بمشكلة إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المشكلة هي في فيينا. المشكلة في المفاوضات بين إيران والمجرية. ولكن سيد صدقيان هل تعثر المفاوضات في فيينا يعطي الذرائع بالنسبة لإيران؟ هل هذا التعثر الحاصل بالمفاوضات يعطي الذرائع بالنسبة لإيران لأن تقوم بما تقوم به؟ ألا يوحي بذلك غياب تفسير ومبرر من إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ بأنها تخفي نشاطات نووية لا تخضع لمراكبة الوكالة. وإلا ما تفسير ذلك؟ هذا الأمر غير مبرر من إيران. لكن عندما تكون هناك مفاوضات نووية متعثرة. وهناك ضغط من قبل بعض الأطراف. وتحديدا الجانب الأمريكي. على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتشدد مع البرنامج النووي الإيراني. عند ذلك إيران انسحبت من كل الإجراءات الطوعية التي قالت عنها بأنها تريد تنفيذها من أجل زيادة الثقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والذي تم بعد العام 2015 عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي. الآن عندما تتعثر قضية الاتفاق النووي وتنفيذ الاتفاق النووي. بالتأكيد ينعكز ذاك على السلوك الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإيران تراجعت عن كل الإجراءات الطوعية التي كانت قد عملتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبقيت تتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق المواثيق التي كانت تعمل بها هذه الوكالة. وليس الإجراءات الطوعية. ولذلك يتسبب في مثل هذه الإشكالات الموجودة حاليا. ترجمة نانسي قنقر